أمنية المشاهدين تمكنت القوات الأمنية في محافظة الأنبار من تحرير مناطق الثيلة والجميع والورار والصوفية من سيطرة مسلحي تنظيم داعش كما تمكنت قطعات الجيش والقوى الساندة لها من تحرير منطقة البفراج بالكامل واتخذت من بناية مدرسة ابن زيدون التي تبعد أقل من كيلو متر عن مركز مدينة الرمادي مقرا لها وحسب قيادات عشائرية مقاتلة فإن أغلب قيادات داعش من العرب والأجانب انسحبت من الرمادي والمناطق الأخرى باتجاه سوريا المزيد مع عمر العبيدي تمكنت القطعات العسكرية المدعومة بسلاح الجو من السيطرة على منطقة البفراج اليوم واستقرار بعض القطعات في مدرسة ابن زيدون التي تبعد ثمانمائة متر عن مركز مدينة الرمادي فيما أكد قادة عشائريون انسحاب أغلب قادة تنظيم داعش من العرب والأجانب وخروجهم من المدينة باتجاه سوريا وانحسار المقاتلين المتواجدين حاليا على أبناء المحافظة العمليات مستمرة بدعم من التحالف جوا والقوات المشتركة أرضا في المحور الشمالي أبدو الأبطال المتواجدين هناك باستعدادهم العالي للقتال وقد تقدموا تقدم كلش كبير وحرروا بعض المناطق قوات الجيش وقوات الشرطة وقسم من حشد العشائر موجود اليوم دخل منطقة البفراج في مدرسة ابن زيجون وان شاء الله في الأيام القريبة سوف تعادل عمليات الأنبار وبالنسبة لانسحاب قيادة داعش نعم قيادة داعش بدأت تنسحب من المناطق ولكنها الآن قسم من القوات محصورة لا تستطيع الهروب كون المنطقة أصبحت مطوقة من الجزء الياباني إلى عمليات الأنبار في الجزيرة والشامية أيضا مطوقة من الخالدية ووصولا إلى منطقة البريشة قادة في الحجد الشعبي أكدوا استعدادهم لدخول أحياء الرمادي والمناطق الأخرى التي تم انسحاب داعش منها بصورة مفاجئة ومسك الأرض مع القطاعات الأمنية ومحاسبة المتورطين بقتل وتشريد أبناء المحافظة القيادات بتقديري قد ذهبت إلى سوريا أو إلى مناطق أخرى بعد الأحداث التي دارت في النهاية عشائر الأنبار صامدة بتلاحمها مع القطاعات العسكرية بمختلف صنوفها وأبناء الحجد الشعبي من باقي المحافظات بتقديري عشائر الأنبار لها دورا بارزا واضحا بمسك الأرض في محافظة الأنبار محافظة الأنبار هي محافظتهم ولا بد لهم من أن يقفوا وقفة تاريخية مشرفة خبراء وأمنيون عزوا انهيار التنظيم في الرمادي بسبب قضع الإمدادات ومحاصرته على مدى الأشهر الماضية فضلا عن فقدانه لمناطق ستراتيجية كانت تحت سيطرتهم في مختلف المناطق فقدوا كل ما يستطيعون من إمدادات حينما تم إحكام التطويق هذه الستراتيجية التي اتبعتها قيادة عمليات الأنبار ومن يساندها هناك طوقتهم وقطعت عنهم طرق الإمدادات وبالتالي فسد عليهم أن يستطيعوا الصمود أطول من ذلك فهرب منهم من هرب وبقيت فقط مجاميع زرع العبوات والانغماسين والانتحارين وهولاء قليل عمر العبيدي الحرة مشاهدين ولمتابعة آخر تطورات في الأنبار ينضم إلينا عبر الهاتف من هناك أمر تشكيل الرمادي الأولى العميد أحمد عبدالله البلاوي سيد العميد مرحبا بك معنا في هذه الجولة الإخبارية ما هي المناطق التي استطعتم تحريرها من سيطرة تنظيم داعش وهل صحيح أن هناك هروب جماعي لعناصر التنظيم من مدينة الرمادي والمناطق المجاورة لها تحية لكم ولمشاهدين قناتكم الكريمة نعم تمت السيطرة وبعون الله على المحاور الأربعة من المحور الشمالي والمحور الجنوبي والمحور الشرقي والمحور الغربي المحور الغربي الأبطال هناك من القوات المسلحة والفصائل الأخرى الصنوف الأخرى المتواجدة معها تم تحرير منطقة طوي ومنطقة زنجورة والآن هم بتقدم نحو مركز الرمادي أما من ناحية المحور الشمالي فقد تم التقدم بتكنولوجيا عالية الأمور تجري بخير إن شاء الله ومركز المدينة محاطر لا فرار لهؤلاء البواعش لا فرار لهم إطلاقا فنجعل الأنبار مخبرة لهم سيد العميد هناك أخبار تحدثت من مقاتلين أبناء العشائر الذين يقاتلون إلى جانب القوات الأمنية أن مجموعة كبيرة من عناصر داعش تركت الأنبار واتجهت باتجاه سوريا هل تؤكد هذه الأنباء؟ نعم نعم ولكن هروبهم كان على شكل عندما يكون له لحية ذقن فقد زين لحيته ولبسوا ملابس أما لبسوا ملابس النساء وأما لبسوا الملابس الأشيادية التي يرتديها زي ابن المنطقة ولكن لدينا مفارز موجودة دائر ميدور الضمادي ومفارز كبيرة إن شاء الله لا فرار هذه المنطقة من الأنبار لأنه عبثوا بالأنبار شردوا أهلها والآن الوضع مسيطر علي سيد العميد قلت أن مدينة الرمادي مسيطرة عليها ومحاصرة وتحريرها بات قريبا جدا هذا الإنجاز العسكري هل شاركت به قوات من الحجد الشعبي؟ الحجد الشعبي أبناء الأنبار موجودين قد شاركوا الصنوف الأخرى من الجيش والاتحافية والسوات وجهاز مكافحة الأرهاب والرد السريع والشرطة المحلية وجميع المتواجدين في الأنبار قد شاركوا في هذه العملية ماذا عن دور طيران التحالف الدولي في هذه المعارك؟ طيران التحالف لقد أبلى بلاءا حسنا لقد وجه ضرباته القاضية نحو أهداف داعش المجرم وكانت أهدافه صحيحة ومؤذية لهؤلاء الدواعش الضربات للتحالف جيدة جدا وأيضا أضيف ضربات طيران الجيش العراقي الأفطار هذه الملاطق التي تم تحريرها سيد العميد من الذي يمسك بها الآن؟ بعد إن شاء الله وضعنا خطة بعد التحرير مباشرة المناطق التي تم تحريرها ستقوم يقوم أبناء الحشد من الأنبار وأبناء الشرطة المحلية والعشائر سيقومون إن شاء الله بمسك الأرض والقوات الأخرى ستتقدم نحو تحرير المناطق الأخرى تقول حضرتك سيد العميد بأن تحرير مركز المدينة بات وشيكا هل تضع سقف زمني أو تتوقع موعدا لزف هذه البشرى نعم نعم الزيش وجميع الفنوف الأخرى هم بتقدم التقدم مستمر ولكن ننتظر الإشارة النهائية من السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بعد انطلاق ساعة الصفر سيتم التحرير بالكامل إن شاء الله لمركز المدينة ومن ثم نتجه إلى المناطق الأخرى التي هي أطراف الأنبار الحدودية وغيرها والفلودة إذن كنت معي آمر تشكيل الرمضي الأولى العميد أحمد عبدالله البلاوي شكرا جزيلا لك